نعم لم يغفر له إذن بوتين بعد هذه المحاولة وظل يتربص به حتى تم اغتياله إن صح التعبير لكن ما هي الرسائل من وراء عملية الاغتيال التي يريد إيصالها بوتين سواء خارجيا أو داخليا وما الرسائل الأكثر هل هي الداخلية أم الخارجية بالتأكيد هي رسائل كما ذكرت للداخل الروسي يتحدث فيها عن الخيانة وتصرف بطريقة يمنع مزيد من الخيانات والانشقاقات والتصرف وكأنهم عصابات في الحقيقة هذا الرجل قائد فاغنر تصرف بطريقة أساء جدا لروسيا قزم صورة روسيا في نظر العالم أجمع سواء أمريكا أو أوروبا أو حتى أوكرانيا أوكرانيا التي لم تستطع أن تخفي فرحها بالتأكيد عن هذه الانشقاقات وعن هذه التصرف الخاطئ بكل المعايير العسكرية هو أعلن انهزام روسيا من أوكرانيا يعني انتكست روسيا في هذه المسألة وفي هذا الموضوع انتكاسة لم تكن تخطر على بالها بوتين لم يكن يخطر على باله في يوما من الأيام أن يتمرد عليه قائد فصيل وقائد شركة خاصة كان يعتمد عليه في احتلال مدن أوكرانيا في تدمير أوكرانيا في تقدم روسيا داخل أوكرانيا لذلك الذي حصل في الحقيقة هو انهزام لروسيا ككل انهزام لبوتين الرجل الذي صنع قائد فاغنر هو الذي صنعه هو الذي موله هو الذي أعطاه هذه الصلاحيات الغير محدودة بالأخير بدأ يتمرد عليه لذلك المسألة لم تأتي صدفة وإنما بدأت بتصريحات قائد فاغنر من داخل أوكرانيا يشتكي فيها قلة السلاح وقلة التمويل وكان يشتم وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الروسية لذلك من تلك الفترة بدأ بوتين يفكر باستبدال هذا الرجل مع صعوبة استبداله نعم بدأ يبرم عقود ثانية مع رئيس الشيشان وقادتهم إذا تذكر في تلك الفترة كانت عصيبة بالنسبة لفاغنر وهي بداية تصفية هذا الرجل وبداية نزع صلاحياته ولم يكن الأمر سهلا لهذه الدرجة وفعلا ترتب عليه أن الرجل يعني وعى لما يحاك له وبدأ بالانسحاب من أوكرانيا واتجه باتجاه موسكو عاصمة دولته عاصمة قيادة يعني الدولة الروسية يريد إسقاط وزير الدفاع ورئيس القوات المسلحة وحتى بوتين كان يهدد لأنه عرف أنه لم يعد أو لم تعد الأمور كما كانت عليه في السابق لكن بعد إسقاط هذه الطائرة ومقتل برغوجين هل يعد هذا انتصار لبوتين؟ هو ترقيع ليس انتصارا بالنهاي هو قائد جيشه وقائد شركته الإجرامية التي كان ترتكب جرائم غير عادية في أوكرانيا وفي كثير من دول العالم هو درس كما قلنا ورسائل للداخل بأن الخائن سيقتل وأيضا للخارج بأنه لا نساوم على تصليح وترقيع منظومتنا العسكرية وأن الأمر مسيطر عليه إلى درجة أن يتم اغتيال قائد فاغنر القائد الذي انسحب من أوكرانيا واتجه باتجاه موسكو هذه رسائل قوية ومهمة جدا لبوتين لعادة ترميم صورة روسيا أمام العالم ليس فقط انهزت صورة روسيا وإنما قرب الأمر أن تعلن روسيا انسحابها الكامل من أوكرانيا وانكسارها أيضا واهتزاز صورتها أمام جميع دول العالم أمريكا وأوروبا وأوكرانيا هذا الذي أراد بوتين أن يعاقب هذا الرجل وأن يعاقب هذه المجموعة وأن يعيد لروسيا هيبتها أنا أعتقد أن اليوم الانتصار الأول هو لبوتين داخليا وأيضا خارجيا نعم لكن من المستفيد الآن بعد غياب برغوجين في الأوساط الروسية المستفيد القيادة الروسية التي ستستبدل هذه المنظومة بأكملها وربما تلحق الهزائم التي ارتكبتها أو تكبدتها في أوكرانيا تلحقها في فاغنر وقائد فاغنر وأن فاغنر هو من خسر وهو من انسحب من المدن الأوكرانية وهو من تكبد هذه الخسائر وربما أخفاقها في أوكرانيا كله يلحق بفاغنر وقائدها الذي تم اغتياله لذلك أنا أعتقد أن روسيا لا نقول أنها كسبت لكن هي فعلا أنهت فصل أسود وسيء جدا بالنسبة إليها وكان كابوسا يشكل بمثابة كابوس حقيقي لبوتين إلى أن تخلص من فاغنر وقائدها بشكل مبدئي وبالتأكيد سيتبعها بمعالجات كثيرة لبعض القادة بعض الجنود بعض النفوذ لأتباع فاغنر يعني ضباط من داخل الجيش الروسي سيتم معالجتها بالتأكيد في المدى القريب نعم لكن هل تتوقع أن يذيب بوتين هذه المجموعة ويدمجها داخل الجيش الروسي وينتهي من هذه المجموعة ومن هذه الشركة الخاصة يعني هذا المتوقع أن هؤلاء الذين خانوا تعليمات بوتين على أقل تقدير سيتم إذابتهم وإنهاءهم هذه شركة خاصة داخل روسيا غير معترف بها قانونيا هو فقط يريد استيعاب المجموعات التي تنتمي إلى هذه الشركة إلى هذه المؤسسة أو المنظمة يريد استيعابهم ويريد توزيعهم على معسكرات روسية أخرى ضمن وزارة الدفاع ليتم السيطرة عليهم بالتأكيد ولن يكون لهم أدوار قيادية كما كانت في السابق لكن أنا أعتقد أن صناعة شيء يشبه ذاقنر في المستقبل القريب وهو موجود يعني منظمة زيد المشهورة في أوكرانيا تقوم بنفس الأعمال الإجرامية التي يعني يستخدمها بوتين لتحقيق مصالح لروسيا هذا على يتم تقويتها وسيتم أكيد توسعتها وربما منظمات أخرى تشبه ذاقنر في العمل الإجرامي داخل أوكرانيا وأفريقيا ودول أخرى لكن أنا أعتقد يعني بنسبة كبيرة جدا أنه سيتم التخلص من هذا الاسم الذي لصقت به صفة الخيانة أولا ثم الانهزامات العسكرية التي تكبدتها في أولا اشتركوا في القناة